أبدى الرئيس العراقي برهم صالح استعداده للاستقالة من منصبه في خطاب وجهه للبرلمان تحت ضغط التظاهرات الواسعة المستمرة التي تطالب بإقصاء الأحزاب الحاكمة عن المشهد السياسي وإسقاط النظام بكل رموزه وبعد تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة صالح قال في خطابه للبرلمان إن منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب وإنه وضع استعداده للاستقالة أمام البرلمان وبين صالح أنه وصلته عدة مخاطبات حول الكتلة الأكبر في البرلمان تناقض بعضها بعضا وأنه يعتذر عن تكليف محافظ البصرة أسعد العيداني مرشح كتلة البناء برئاسة الحكومة وهي كتلة تنضوي تحتها فصائل ميليشيات الحشد برئاسة هادي العمري وإتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي صالح اعتذر عن تكليف العيداني قائلا إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة في إشارة منه إلى الرفض الشعبي الكبير للعيداني وخاصة في محافظة البصرة حيث قد عمليات قمع التظاهرات فيها العام الماضي إضافة إلى ملفات الفساد الكبيرة التي تلاحقه وباتت مكشوفة للجميع وبذلك دخلت الأزمة السياسية في العراق نفقا جديدا وبات المجهول صاحب الموقف فيه فبعد رفض العيداني من قبل الرئيس صالح وهو ثالث مرشح يعلن المتظاهرون رفضهم تكليفه بمنصب رئاسة الحكومة بعد عضو البرلمان محمد شيع السوداني ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي سهيل جاء كتاب صالح الذي يبدي فيه استعداده للاستقالة ليصب الزيت على نار المفاوضات المتعثرة لاختيار رئيس لحكومة في العراق بات خاليا منها الأوضاع الرسمية الممكنة بعد استقالة الرئيس صالح بيّنتها المادة الثانية والسبعون في الدستور الحالي والتي نصت في إحدى فقراتها على أنه في حال خلو منصب الرئيس لأي سبب كان ينتخب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية فيما نصت المادة الخامسة والسبعون على أنه يحق للرئيس تقديم استقالته تحريريا إلى البرلمان وتعد نافذة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدي كذلك نصت الفقرة الثالثة على أنه يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند خلو منصبه لأي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو أما الفقرة الرابعة فقالت إنه في حال خلو منصب الرئيس يحل رئيس البرلمان محل رئيس الجمهورية في حال عدم وجود نائب له على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو ترجمة نانسي قنقر